اطلبتي لاقي حلو التلاقي معها قوي بس انت روح فطفض وبوح واحكيلو مالك اشكيلو حالك واحفظ بقى وما تكسنش اللي عاللي ايدي بتشفي عاللي لمسة واحدة بس منه تكفي اطلبوها لاقي واحد للسبال للسبال احبانا المشاهدين في كل مكان في العالم برحب بكم وحلقة جديدة اطلبوا تجدوا بنشكر الهنا الصالح لاجل كل اسبوع والاجل كل حلقة والاجل كل صلاة وكل استجابة من الهنا الصالح اللي بيسمع صلاتنا وبيجيب تلبطنا بحسب ما شئته مش بحسب ارادتنا احنا لكن ما شئته صلحة كاملة ومرضية من جهتنا عشان كده هو بيسمع بس بيجاوب بطريقة المناسبة لنا اللي هو شايفها افضل وبنكمل صلاة لاجل كل تلبط الصلاة بتاعتكم مش هرفني يكون معي في الحلقة النهاردة غاني عن تقريف الاسيس عصام حداد راعي الكنيسة مش العربية الكنيسة اللي في كاليفورنيا ايه الامريكانية العربية اهلا وسهلا بيكي اسيس عصام حداد راعي الكنيسة كم سنة البرنامج ده لي بتاع ست سبع سنين الليلويا اه وكل مرة بغلط في الموضوع لان بعد ما كانت عربية بقت عربية امريكانية يعني لا ايه مش بتغلط في الموضوع ابدا بس بعض الاحيان الواحد بتفوتوا اسماء يعني حاولي تذكر اسماء لكن هيا كنيسة تنمى بكاليفورنيا ايه كنيسة تنمى بكاليفورنيا ايه اهلا وسهلا بيكي اسيس عصام طب اقول لي قولكش حتى سهلك علي احنا اسماء الكنيسة الاولى لانه عنا رؤية انه الرب اللي الامور اللي كان يعملها في بداية الكنيسة في القرن الاول يعملها لانه في القرن الـ 21 يستمر يعمل نفس الامور اللي يعملها في القرن الاول هي حلوة الكنيسة الأولى لكن لازم نذكر المكان مش هنقول الكنيسة الأولى في كاليفورنيا في لوس أنجلوس في كتير الكنيسة الأولى في لوس أنجلوس لكن الكنيسة الأولى ب burn northridge احنا بنظ attained على northridge فكل الهز الكبير اللي صارت في لوس أنجلوس في منطقة فان في منطقة northridge نورث ريج فبيسموها نورث ريج أيرثكويك أوه معروف عند المجتمع الأمريكا أو عالميا طيب ده هي مخيفة شوية برضو بس الرب يدينا زلزال روحي قوي في نورث ريج يمتد إلى كل أقطار العالم في اسم يسوع في مرة في اجتماع الصلاة كنا بنصلي يوم بيوم على المسا يقولي رب زعزع المكان ضربة أيرثكويك ضربة تهزة قلت يا رب مش ما أقول ففعلا نجاز زلزال وزعزع المكان يا إليه علوة بس كانت هزة أينو فالكل نصدم إنه نصلي والرب شمع نصلي والرب جاب فعلا زلزلة مبارك اسم الرب عليلوية أحبانا مشاهدين نهارده عندنا موضوع رائع جدا 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 كلنا محتاجين إليه عنوان الموضوع بتاعنا بيقول لا تخف أنا أعينك ياه لو إحنا حفظنا الحتة دي من الآية لا تخف أنا أعينك وصدقناها واقتنعنا بيها وخدناها بالإيمان وعشناها قطعا هنعيش في سلام كامل في علاقتنا مع الرب كل أيام الحياة كل أيام الحياة خلينا نقرأ بعض الأعداد اللي جات في سفر إشعياء أصحاح واحد واربعين من عدد تمانية لتلاتاشر إشعياء واحد واربعين من تمانية لتلاتاشر بتقول كلمة الله وأما أنت يا إسرائيل عبدي يا يعقوب الذي اخترت نسل إبراهيم خليلي الذي أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته وقلت لك أنت عبدي اخترتك ولم أرفضك لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك قد أيتك وأعنتك وعددتك بيمين بري إنه سيخزى ويخجى الجميع المختازين عليك يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون تفتش على منازعيك ولا تجدهم يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك مبارك اسم الرب وإحنا هناخد آخر جزئية فآخر آية من المقطع ذا لا تخف أنا أعينك خلينا نصلي مع الأسيسة صام ونبتدي حلقتنا بنعمة الرب تفضيح هذا الأسيسة يا ابونا السماوية إلهنا الصالح نعطيك المجد والكرامة في هذا الوقت لأنك حي يا رب تركت القبر والأكفان وانت حي وقمت من بين الأموات يا سيدة الرب يا رب وصعدت إلى سماء السماوات إلى سماء العرش نعطيك كل مجد وكرامة يا رب نبارك اسمك الحي القدوس نشكرك يا سيدة الرب لأنه أرسلت لنا الروح المعزي وأصبحت أجسادنا حياك لروحك القدوس حللويا نعطيك كل مجد من كل قلوبنا في هذا الوقت صلاتنا يا رب اليوم أن تكون هذه الحلقة حلقة مميزة ومباركة رب بكل معنى الكلمة بوجودك في وسطنا يا رب نحن محتاجين حضورك يا سيدة الرب نحتاجين حضورك يا سيدة الرب في وسطنا نحتاجين لمساتك لكل كلمة يا رب تنطق يا رب بالروح ليرتفع كل المجد لك وحدك ما تسمحش نبقى يا رب في الساحة الخارجية أو يا رب نعبر إلى القدس لكن أدخلنا باسم يا سواء إلى قدس الأقداس يا سيدة الرب نعم يا رب في هذه الحلقة نعم حتى ننسى أنفسنا في محترق يا سيدة يا رب وحتى صوتك يكون مسموع للجميع يا سيدة الكل اللي يسمع يعرف أن هذا الصوت هو صوتك في اسم المبارك الحي في اسم القدوس في اسم الرب يسوع المسيح تعالي اليوم بملء مجدك وجبروتك وقوتك وقدرتك بمعرفتك يا سيدة الرب وبحكمتك وبإعلاناتك يا رب تعالي في اسم الرب يسوع المسيح نشكرك يا رب لأنك سمعت واستجبت صلواتنا آمين مبارك اسم الرب بمناسبة الكلام في العدد بتاع تمانية إسرائيل عبدي يعقوبة الذي اخترته نسل إبراهيم خليلي نهاردة وقفت قدام الآية اللي في تكوين خمستاشر عدد واحد بيقوله لا تخف يا إبرام أنا ترسل لك أجرك عظيم جدا ما تخفش لما كان لوت مقصور وفي قدامه ملوكه كان الآن فالرب طمينه وقال له لا تخف يا إبرام ليه ما تخفش لأني أنا ترسل لك وقدام الرب بيكون ترسل لنا فلينا النصرة وبالتالي الرب ادى إبرام النصرة عشان يسترد لوت من الأسر اللي كان فيه أنا ترسل لك أجرك عظيم جدا أنا أجرك العظيم جدا أنا أجرك العظيم جدا دي لما بناخد ثقة في إلهنا الصالح ونتأكد أنه فعلا هو سمع عارف يا أسيس عصام بالمناسبة لما أصلي الأمر معين ويكون محيرني وقال أنا منه وهذا الأمر أنا محتاجة أن الرب فعلا يرتب هذا الأمر بعد دقائق على طول أقول له أشكرك لأنك سمعت صلاتي هترتب الأمر ده خلال دقائق فعلا صدقني يعني حتى ما يكون باركينج في حتة زحمة وبيبقى فيه عذاب أقول له أشكرك لأنك حفظ لي مكان معين هروح ألاقي صدقني مجرد ما بعمل كده أول موصل ألاقي عربية بتطلع أكون أنا دخلها أقول له ياه عربيات بتلف 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 لكن بيبقى عندنا ثقة أنه هو سامح حتى الأمور البسيطة جدا مهمة جدا عنده والأمور العويصة جدا بسيطة جدا عنده إلهنا ده رائع 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 الموضوع يأسيس عصر ربي باركك كلام بظهر رائع فعلا الناس محتاجة جدا تسمع هذا الكلام بس أنا عايزة أسأل حضرتك الكلام ده تقالي مين هو الرب تكلم على لسان الشياء لشعبه لشعب الرب لبني إسرائيل كانوا محتاجين إنهم يسمعوا هذه الكلمات وإذا منلاحظ الآيات اللي قبلها آية خمسة بقولك الناس بتساعد بعض لاحظ آية خمسة بيقول نظرة الجزائر خافت أطراف الأرض ارتعدت ارتربت وجاءت كل واحد يساعد صاحبه ويقول أخيه تشدد فالناس يعني مش إنه الله اللي بيساعد لكن يعني بدل ما نطلب المعونة من الرب نطلب المعونة من البشر من البشر في آية بتقول ملعون كل ما اتكل على دراع بشر لأنه متكل إنسان مفروض يكون هو الله فالناس بتعمل هذه الأعمال ومش بفكرها الله الله مش بالفكر أبدا مش وارد بالفكر وهي مشكلة لما احنا نصرف الله من حياتنا لما احنا نخلي حياتنا من حضور الله بالزبط احنا في مشكلة فهون بقول لها أشياء شوف الناس بتعمل إيه أما أنت لأ أنت شيء تاني أنت شيء تاني يعني العالم البشر كله كوم وأنت ابن الرب أنت اللي مولود ولادة جديدة أنت اللي اسمك منقوش على كف يده شيء تاني أما أنت أما أنت أنت مختلف أنت الرب دعاك أنت الرب خلص أنت الرب كتب اسمك في سفر الحياة أما أنت فهون في عدد ثمانية بقول أما أنت يا إسرائيل عبدي يا يعقوبة الذي اخترته نسل إبراهيم خليلي الذي أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته وقلت لك أنت عبدي أخترتك ولم أرفض ولم أرفض شف هالكلام يعني يعني الرب تصور أنه الرب تكلم معك وبيقولك أنت بنتي أنا اخترتك ولم أرفض أنا لما بتأمل في الكلمات بحس يعني بقرب الرب من حياتي بشكل مش طبيعي يعني مش بعيد لما بيقول ليس عنا ببعيد بالفعل ليس عنا ببعيد يعني الرب قريب من الذين يطلبونه ده مفروض أنا اللي أقوله أنا اللي أقوله يا رب أنا اخترتك يا رب اخترتك نصيب الصالح يا رب من فضلك احفظني عشان أكون معاك يا رب كده لكن شوف لما هو يقولي يعني الكبير يقولي الصغير مش الصغير يقولي الكبير شيء فضيع يعني يوصل للإنسان وينزل لمسه والإنسان ويكلم الإنسان باللغة اللي يفهمها الإنسان مع أنه الرب سؤال التلاميذ في مرة من المرات قالهم ليس أنت مخترتمونه بل أنا اخترتكم وأقمتكم لكي تذهب وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم حليلويا عرفتي فاختيارنا من الراب هو الاختار بالضبط في أشياء 43 لسه نشوف أشياء برضو كمان أروع وأروع يعني عن اختيار الله للإنسان هذا هدف الله هدف الله أن نعيش حياة مفديين مخلصين من خاطئ أنا أسمع منها مكتوبة في سفر الحياة شعبه مميز مميز طبعاً وعايشين في مخافة الله ووزن الرب قد ميز تقيه عشان كده الرب يسمع عندما أدعوه أيوه ياه التواصل مع الله ده صحيح وهذا مش بنلاقيه في أي مكان تاني لا 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 بس ده معناه إن إحنا ما نطلبش مساعدة بعضنا البعض إيه رأيك لا الكتاب علمنا وقلنا اسندوا الضعفاء يعني شخص ضعيف مفروض ويقدر يعمل خير وما بيعمل هذا خطيئ عرفتي بس أنا اتكالي الكامل على مين أنا اتكالي الكامل على الرب أنا عيني على مين على الرب يعني معنا في الكنيسة أخت متقدمة في السن أجنبية مش عربية ومدومة في كل الاجتماعات ونقلت من مكان لمكان آخر كل شباب الكنيسة ساعدوها عملوا الغزال كله ونقلوا كل الأمور ورتبوا مش غلط إنه نحنا نساعد بعض طبعا بس أنا في علاقتي أنا مع الله أنا معتمد لاعتماد المطلق عليه الاعتماد الأول هو الكل في الكل لا هو اللي أنا معتمد عليه هو اللي أنا بصلي له هو اللي أنا بطلب منه يعني صارت في موقف من المواقف صار فيه احتياج وقام شخص قال أنا بدي أسدد هذا الاحتياج صاحب الاحتياج قال أنا بشكرك بس أنا عم بنتظر إنه الرب هو اللي يسدد الاحتياج يا حبيبي يا ياسو يعني هذا شيء أساسي وشيء رائع بالضبط عرفتي هلا هو تحرك وبالطبيعة يتحرك حتى يساعد لكن الشخص التاني اللي صاحب الاحتياج ينتظر إنه الرب هو اللي يحرك بالضبط وهو ممكن الرب يساعد عن طريق آخرين طبعا فهو بيرشد حد روح الحتة الفلانية وأعمل كده وإدفع كده وبيكون بيسد الاحتياج اللي كانت هناك صلاة لأجل طلب معهنا معينة تعرفي سنة 1933 وثلاثة وثلاثين في عمان القديمة حضر حصل حدث فضيع أخت متقنية يعني مش كبيرة في العمر بالأربعينات عندها ممكن أربعة أولاد كانت تسحف نصر الليل وتصيح على صوتها أعطوا المجل الرب أعطوا المجل الرب شغلوا الأناديل الزيت طلّوا على وجهها لقوا حمامة الروح القدس مرسومة على الجبين بالدم وابتدت تتنبأ بلغات وتتنبأ باللاتيني بالألماني بالفرنسي بالتركي بالأرماني لغات بدت تعطي نبوات بهذه المرسومة اسم الحدث العجيب كان ملاك الرب يزورها وقالها روحي الحي لفلاني المكان لفلاني في شخص مريض بتصلي معه رحش فيه يعني تعاملات الله كانت بطريقة رائعة هو اللي بيعمل هو اللي بيختار هو اللي بتصرف هو اللي بيستخدمنا حتى يكون سبب بركة في حياتنا أمين أحبال المشاهدين هنطلع فاصل دقيقة واحدة في تصليح معين سريع وهنرجع لكم حالا وقم من حرصها الدائمة على أن تقدم دائما الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية حتى يتيصر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثارية من برامك وترانيم وغيرها أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها كل حسب احتياجه ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين ولا تنسى أن تدعم دائما قرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين أهلا بكم مرة أخرى أحبانا المشاهدين أسيس عصام لما الرب بيقول اخترتك ولم أرفضك هو الرب ممكن يرفض شعبه طبعا لا يرفض شعبه لا شوفي الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لما الإنسان الله يعطيه أن يختار بين الخير وبين الشر وبيطلب الشر وبيختار الشر هو بيرفض الله صح فلأن أنا مستمر يعني رب تكلم معي روح الله ببكتني على خطيئة وأنا مستمر في الخطيئة بلاقي أنه أنا برفض الله وبرفض حضور الله لالتصاقي في الخطيئة هذا بسبب خسارة روحية في حياة شيء مش طبيعي بالضبط لكن هون رب أقول له لا أشعي أقول له أنا لم أرفضك أنا مش رافضك بالعكس أنا بحبك أصلا يعني من محبة الله للإنسان نزل وأخذ جسد الإنسان هذا الشيء اللي في كتير من الناس مش فهمته يعني طلع سؤال بقول لك فين قال المسيح أنا هو الله أعرفتي يعني أعطيني أعيب تقول المسيح قال أنا هو الله لا أعلم طبعا صح فالناس مش فهم المغزى من الكلام مش عارفين أنه الله أخذ صورة إنسان لكنه أخلى نفسه مبدأ التجسد مش مستوعبين موضوع التجسد يعني منقول الله قادر على كل شيء بس التجسد لا فبتلاقي الإنسان بدأ يرفض ليه لأنه مش فهم لكن حقيقة الموضوع أنه الله نزل للإنسان نزل لمستوى الإنسان ما رفع الإنسان إلى مستوى الله لكن نزل الله إلى مستوى الإنسان حتى يوصله صح هو اللي جلنا هو اللي جي وهو اللي أظهر ذاته وهو اللي تجسد وهو اللي تكلم إلينا وهو اللي علمنا أنا ما بقول مرة إن لو حكولي عن الله كم سنة مش هسدق له لتجسد المسيح فده خلاني أستوعب من هو الله فده شيء رائع جدا نحن نستوعب من هو الله عشان كده أنا عايز أقول خلي بالك اوعى ترفض الإله الرائع ده اوعى ترفضه أمين وأنا مزبوط لما بقرأ هالكلمات يعني بتعزف هالكلمات إنه باب الرحمة مفتوح باب العلاقة مع الله مفتوح باب الشركة مع الله مفتوح يعني أقدر أتواصل معها في أي لحظة أقدر أتكلم معها في أي لحظة أقدر أدخل لمحضره في أي لحظة ومن أقوى الصلوات اللي الله فورا بيسمعها صلاة التوبة لما أنا بكون عايش في خطية وبعدين بتوب عن خطية بقول يا رب أنا بتوب وأطلب منك أنك تسامح أنا بعترف خطيتي هاي من أقوى الصلوات اللي توصل فورا إلى عرش النعمة فهذا امتياز مبارك أمين ناخد مكلمة بعد إذنك محيدة مصابة بالسرطان أيها فاطل أنك تصلي لا تضرع إلى الرب يسوع لشفاءها أختك اسمها أي منال منال السرطان فين بالصدر أوكي يعني العفو مو بالثدي بالصدر هو بالصدر أو بالرئتين يمكن تمام أوكي آمين بتأمن بتأمن أنه الرب يسوع مات على الصليب وقام في اليوم الثالث تمام بتأمن بتأمن هو الشافي نعم آمين آمين رح نصلي لأجل أي ستاج هي منال الكنسر عندها ممكن تلعثة آه مرحلة الثالثة آمين أوكي آمين خلينا نصلي لأجل الأخت منال بسم يسوع نطلب رحمة من الرب نطلب تداخل إلهي يا رب لهذه الأخت منال منال السرطان مش سهل لكن شفنا كثير عمليات شفاء شفنا الرب عمل أشياء رائعة في حياة المؤمنين والله لا يعصر عليها أمر أبدا قادر على كل شيء قادر يلمس ويغير ويخلع كل خلية سرطانية من جسدها ويعطيها الشفاء الكامل يا رب في اسمه الرب يريد نسكب قلوبنا أمام الرب ونتفق في كل مكان في العالم لأجل منال يا ابونا السماوي في الاتفاق يا رب مع كل شخص مشاهدنا اليوم نرفع يا رب الأخت منال أمام عرش النعم يا رب 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 الخلايا السرطانية ونموها وعارف كيف تتكاتر يا رب وعارف مبدأها عارف البداية عارف كل شيء لكن بالاتفاق مع شعبك في كل مكان نطلب منك يا رب أنك أنت تؤمر السرطان بالتراجع الكامل إلى مرحلة الصفر بدل ما تكون ستيج ثري يا رب تكون ستيج زيرو يا رب ويا ما عملت هذا العمل يا رب يا ما شفيت ناس يا ما لمست نفوس يا ما رب أبرأت يا رب أجساد ونطلب منك اليوم أنك تبرئ منال يا رب من هذا المرض يا يسوع باسم الرب يسوع المسيح باسم الرب يسوع المسيح وأي شخص بسمعنا اليوم ورب عنده هذا المرض بنصلي أنك أنت تمد يمينك على هذا الجسد وتبرئ الجسد من كل خلية سرطانية وتؤمر السرطان بالتراجع إلى اللاجئ يا رب إلى العدم باسم الرب يسوع المسيح يا رب نحن نصلي شفاء كامل للجسد وأي تأثيرات حصلت على الجسد بسبب هذه الخلايا السرطانية نصلي أن هذه كلها تبرئ وتشفى في اسم مخلصنا وفادي نفوسنا الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد نصلي باسم يسوع أمين 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 يا أخ صائب الرب يتمجد مع منال ويظهر ذاته باختبار رأى جدا في شفاءها في اسم الرب يسوع معنا الأخت نورة من مصر أهلا بيك يا أخت نورة تفضلي حضرتك على الهواء أهلا مساء الخير مساء الخير أهلا بيك كل سنة وانت طيبة حضرتك بالنسبة إيدي العدرة وانت طيبة أهلا وسهلا بيك تفضلي أنا كنت عايزة من سنة الأكتس أسرام أنا كان عند إبني في 2021 كان يشتغل يعني ثلاثة في شركة قويسة بس جدوا الجيوب الأنفية يعني حاجة مجمونا قوي عنده يعني حاجة مجمونا أو في الجيوب الأنفية فالهب مزاجه يعني لأن الدكتور قال لأنه أنت رأعت فيها لأنه فيه نم لو فيه حاجات كده هتتعبك ومن ينسب من 2021 وهو من ساعة شفابها يذهب في تركة يستمر الشهر وبعدين يسيبها يعني هم يخلي يسيبها شهرين ويسيبها ومن ساعة لحد الوقت ما فيش أي شهر ما توفق فيها وهو عندي 9-9 سنة بالوقت فأنا مساعة أعملي فيه حاجة يعني قدامه وقفة وأنا فيه يعني عزلة بصراحة يعني عزلة عزلة صامن عليها قبل ما يعني يعني أمين أمين عنده 29 سنة عنده حساسية مزمنة عنده حسيا في جيوب الأنفية ومش بيشتغل جيوب الأنفية كل شغلة يعود فيها شهرين ويسيبها طيب الحساسية موجودة اليوم لسه الحساسية موجودة هو عندك هو عندك لا هو مش موجود هو لا هو مش موجود دلوقت حضرتك طيب نصلي للحساسية ونصلي للشغل للشغل جديد هو اسمه إيه عايزة تقولي اسمه أبنه 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 أول اسم أول اسم بس وشمه في الكنيسة وابتعى ربنا وبيصلي متعرفة فيه إيه يعني فيه حاجة وقامة ومتعرفة لزعلان عليه أول يا رب احنا نصلي والرب يفتح الأبواب بسم يسوع أمين هذا الشيء أسيت أمين يفتح الأبواب الله أه أنت عارفة عنا ثقة في الرب عنا إيمان أنت مش عندك إيمان في الرب عكيب طبعا يا بولا ونصلي دلو نهار بس ليه الأبواب نصلي الرب بدل ما نقول ليه شوفي عادر أقول ليه كل اليوم وقعد سنة كاملة وأنا أقول ليه ليه وليه بس دا ما أمعملش أي شيء ولا في شيء بتخير إذا عايزين تغيير لازم نصلي أنه الرب يفتح الأبواب سيبك من كلمة ليه جانب أصلي ليه أبوا أعيب هلأ نصلي مع بعض باتفاق نصلي بسم يسوع يا رب سيب كلمة ليه ارميها ما تسأليش الرب قال للرب لابطرس قال له لست أنت تعلم ما أنا فاعل لكنك ستفهم فيما بعد فيما بعد سيبك من كلمة ليه خلي إيماننا يشتغل خلينا نعمل الصح خلينا نعمل الشيء الأمر الكتابي أنا عندي طلبة صلاة بصلي للرب بطلب من الرب لما بطلب من الرب بنتظر استجابة الصلاة أمين خلينا نصلي لابنوب في اسم الرب يسوع يا رب نرفع بنوب أمامك شاب 29 سنة عنده حساسية مزمنة في الجيوب منصلي أنك أنت تلمس الجيوب يا سيد الرب تلمس الجيوب في اسم الرب يسوع المسيح وترفع الحساسية عنه يا سيدي بالكامل باسم يسوع ومسبب هذه الحساسية تشفيه في اسم الرب يسوع المسيح في اسم الحي في اسم القيوم باسم القديم الأيام باسم رب المجد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ونطلب منك يا رب كمان تفتح له باب رزق جديد وظيفة يا رب اللي يشتغل فيها بحسب كفاءته المهنية يا سيد الرب وظيفة اللي يعيش يا سيد الرب من وراها ويكون سبب بركة في حياة عائلته يا رب وكل شخص يا رب يحيط فيه في اسم الرب يسوع المسيح نطلب منك شغل قريب من بيته يا رب وفي مرتب يا رب يناسب كفاءته في اسم الرب يسوع المسيح نصلي وأنا بشكرك لأنك اسمعت اسمي يسوع أمين أمين يا أخت نورة رب يتمجليش فيه ويبعث له شغل في اسمي يسوع معنا الخامات من أسوان أهلا بيك يا خامات تفضل حضرتك على الهواء أهلا بيك يا رب أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك بصلي أنا من كل جلبي في كل مرة بصلي فعلا للأجل النفوس البعيدة المتعاونة في أمر خلاصها والنوار الحياة الأبادية بجول النفوس هو عا تأجل الوقت المقصر الأحداث حوالينا صعبة حوالينا الرب قريب على الأبواب النفوس تسرع بالتوبة والرجوع بإمان وثقة عمل الصريح. هو وعد. هو بيقول ما حاولتك غيم الزنوبك وتسحادة وخطياتك. حزر اللهية. لأني فديتك. كل نفوس تتقدم بثقة إلى الأقدس بجمي يا سوق. في حالة طعف. أي سهو. أي سقطة. هو يسندنا وهي عدينا من الغربة. ومش يسدنا. هو وعد. ان يسند نفوسة الغربة والعالم الصعب حوالينا. ولما ديسي حربك ويشككك ان خطيطك دي صعب وما تتغذرش. قل له مع الكتاب في السلطة العضراني. لأني أكون صفوحا عن أسامهم. ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم في رضع. بجد لو بغتك لو انت في الضمان. واحتمد في المسيح. بغت البركات اللي هناك شخصه. فأنا مسألة حاجة. تجب انت اسمك مبتوب في سفر الحياة. هو دفع عنك التامة العصري. هتشهد وهتكرس باسمه. بالخبر الصعب للنسيح. جدا لحبه للعالم العصري. وآخر حاجة. نسيب آية مهمة قدام المجاهد. هو قد جعلت قدامك الحياة والموت. البركة واللعنة. ايوه. اختر الحياة لكي تحيا أنت. أمين. شكرا. هللويا. مش سي أخي عماد معنا الأخ بطرس من اسكندرية. أهلا بيك يا أخ بطرس. تفضل حضرتك على الهواء. أهلا. نختص له ربنا يبارك بك ويبارك بناء بأسيس. ويدعلكم كده سبب بركة. هللويا. بالعالم كله؟ آمين. آمين. آآه. آآه. عايزكم تشاركوني في طلبة صلاة. آم. علشان المدام عندي آآه في عندنا في المسانة في لحمية. وآآه. يعني المخطوط أنها تتشال آآه وبرضو في حصاوية المرارة في الكالية الشمال فيها حصوة وزي ما تقول الحالة بتاعتها علشان خاطر تتحرك من ان عندنا كان نفس المتركب غلط وكان سبق حاضرتك والجميع السيستان مصلوا معنا ومزالت الخالة يعني هي يعني قاعدة في القراش في حركة صعبة شوية فبقى أخي فأطلب مشاركتك في الصلاة وقال بك أن تطلب من جنب السيس كده طيب دي أخوي بترس دي أخوي بترس مدامتك عندها لحمية في المثاني لازم تنشال محتاج عملية مستمع مدامتك 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 بقول عندها لحمية في المثاني محتاج عملية في لحمية وعندها حصوة في المرارة وعندها حصوة في الكلي في الكلي وإيه كمان وفي مفصل اتركب غلط بدم خليها مش بتتحرك بسهولة مسرير مفصل بالحوض ولا بالركبة آه مش عارف المفصل بتاعها في الرجبة أوه سوري معليش كلمنا تاني أخوي بترس فقدنا الاتصال أسفين جدا لكن حنصلي لها بس كنا عايزين نعرف اسمها عشان نصلي لأجلها في اسمي جاريت تتكلمنا مرة تانية أخوي بترس بتعمل معروف في اسم الرب يسوع طيب معنا الأخت فريال من لندن أخت فريال أهلا وسهلا بيك تفضلي حضرتك على الهوى أخو سلوى العزيزة سلام نعمة المسيح معاك مع أخونا المبارك القضع أهلا بيك أخو أختي الفابلة وأخي العزيز أشكر الرب إلهنا الصالح له كل المجد على جواب الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي من خلال هذا البرنامج ومن خلالكم أخوة المباركين صدقوني اليوم كنتم مهمومة شوية وقلقة شوية لأمر معين لكن الرب يسوع المسيح جاوبني من خلال هذه الآية الرائعة العظيمة ومن خلال اختياركم من هذا الموضوع أخوة المباركين لا تخف أنا أعينك نعم صدقوني زاح كل شي كأنما نغسل قلبي ونغسل فكري بهذه الآية الرائعة فأنا أصلي من أجلكم الرب يبارك بإسمي ودائما من مجد إلى مجد والنقطة الثانية اللي حبيت وأقولها يا أختي سلوة اللي ذكرتها أنه أي شخص أو أتحدى لأي شخص أو أي ديانة تستطيع أن تعرف الله الحقيقي إلا من خلال الرب يسوع المسيح له كل المجد طبعا تريد تعرف الله صفات الله من هو الله الحقيقي القدوس البار تعال للرب يسوع المسيح له كل المجد وحتعرف الإله الحقيقي لأنه المسيح له كل المجد هو الله الظاهر بالجسد له كل المجد ورح تتنعم بهذه الأشرة معانه وتتنعم أيضا بالحياة الأبدية إلى الأبد معانه والرب يباركتم ويحفظكم شكرا حبيبتي ربنا يبركك فعلا الله لم يراه أحد قط لكن الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآن هو خبر هو الأولى المسيح خبرنا ما كنا عرفنا حقيقة الله طيب الأخ بوتروس رجع لنا تاني أهلا بك أخ بوتروس اتفضل حضرتك معينا أهلا بك يا رب تسأل وعاية لا 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 ولا يهمك بخص المدام عندي عن صعب أهلا بك أخبرك أهلا بك أخبرك عندنا كده أشواء مشاكل يعني عندنا في المسانة في لحمية عيزة وحصوة في المرارة وحصوة في الكلي وحصوة في المرارة وحصوة في الكلي الشمال أيها وكمان عندنا مفصل الحوض طبعا ده تعبان لأنه كان سبق وتركب غلط ونتج عنه أمور كتير غلط ده في الرقبة في الحوض في الحوض يا يسوع خلينا نصلي أخوة بسمي يسوع يا أبونا السماو يا إلهنا الصالح يا رب الاتفاق مع شعبك يا سيد الرب بكل مكان يا رب اسمعنا ومشتركين معنا في هذا البرنامج يا سيد الرب وبرفعه الإخوة معنا يا رب في الصلاة يا رب منرفع للأخت انصاف أمامك وبنصلي إنك تأمر يا رب الحصوة اللي في المرارة أو الحصو اللي في المرارة ينزل في اسم الرب يسوعoup المسيح الحصوة اللي في الكلى يا رب ينزل بكل سهولة يا سيد الرب باسم الرب يسوع المسيح انت شايف مشكلة المفصل في الحوض يا رب تركب غلط ولا حصل في شيء غلط أو يمكن الجسم رفضه ونفس الشي يا رب في الركبة احنا بنصلي تعلن مجدك وسلطانك مع انصاف بالحوض يا رب وبالركبة وبنفس الوقت يا سيد الرب بالكلية الشمال وبالمرارة بنصلي معجزات لمسة من الرأس حتى اخمص القدم يا رب يسوع انت الاله الحقيقي اللي بتسمع الصلاة وبتستجيب في اسم ربنا ومخلص نفوسنا وفادينا الرب يسوع المسيح نصلي امين امين يا اخ بطرس الرب يمجد اسمه مع اختنا انصاف في اسم يسوع ويتلامس مع كل مصادر الالم اللي عندها في اسم الرب يسوع المسيح امين يا رب اسميس عصام طبعا جات لنا تلبط صلاة من السوشيال ميديا على تليفون حضرتك بس كان نفسي قبل كده عايزة اسألك ليه الرب قال كلمة لا تخف ليه لانه الانسان بطبيعته خواف بخاف من اي شيء ومن كل شيء لو نحلة طارت فوق راسه بتلاقي بخاف لو صرصور او لو كان نملة مرت من الدم بخاف منها لو اي نموسة اه حتى نموسة اللي هالأيام مش بنشوفها حتى ايوة صعب بتلاها الانسان رد فعله العصبي بيطلق خوف بيقلق لانه وعدو الخير هم بسلاحين دائما بيستخدمهم اسلاح الكذب وسلاح الخوف وسلاح الخوف بتمكن منه كتير في حياة الناس لدرجة انه بيسيطر على حياة الناس عن طريق الخوف بيخوفهم يعني تصور انه في ناس بيخافوا يطلعوا من البيت خوفا من انه يصير معهم حادث في السيارة في ناس بتخاف تطلع حتى ما تمردش في ناس حتى معرف شخص اللي ما عندهش استعداد يلمس اي نوع من النقود الفلوس ماقدرش يلمسها بيدي بيخاف من الجراثيم وبيخاف من البكتيريا يعني خوف يعني فضيع فالخوف في حياة الناس بشكل مستمر مرتبط بشخصياتها اه مرتبط فيها وبعدين الخوف انواع مختلفة اه اه الخوف انواع مختلفة من الخوف يعني ومحتاجين الى تحرير محتاجين نتحرر من هذا الخوف لان الخوف بيشل عمل الانسان والخوف بيخليه شخص تاني بالضبط يبقى مرعوب على طول بشكل مستمر ايوه عرفتي فهناك خوف من الماضي اه في كتير ناس بتخاف انه امور حصلت في الماضي تظهر وتسبب مشاكل لها عواقب اه في ناس بتخاف من الحاضر صح الوقت الحاضر بتخاف من الظروف اللي هي عايش في ايوه وفي ناس بتخاف من المستقبل ايوه 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 بتوفر للمستقبل بقولك وفر قرشك الابيض ليومك الاسود فعندهم خوف انه هيجي يوم اسود عرفتي فخوف بشكل مستمر ليه لانه اشياء مجهولة المستقبل انا مش عارف في ايد مين عجبتني في مرة شخص امريكاني حكى كلمة قال انا معرفش ايه المستقبل المخبيلي طبعا لكن عارف المستقبل بايد مين صح مضمون اه انا عارف ان حياته كلها في ايد الرب بولس الرسول قال الكلمة رائعة جدا قال ان عيشنا فللرب نعيش وان موتنا فللرب نموت فان عيشنا وان موتنا فللرب نحن صح يعني نحسبها صح فحياتنا نحن عايشينها عايشين في خوف الانسان بشكل خاص عايش في خوف مستمر يعني الحيوان مش عايش في خوف زي الخوف اللي عند الانسان صح كلمة عرفتين فدائما خيطين خيطين يعني حتى مع اطفالنا مع اولادنا من خاف ان نكون مش من ربيهم صح عم نكتشف امور الطب عم بيكشف امور فضيعة يعني واحد من الاشخاص اللي صديق الي ابنه عنده نوبات صرع ابتدت طفل وهن هو طفل نوبات صرع وهادك الوقت لما ولد مش عارفين الاسباب لكن بيحاولوا يوقفوا نوبات الصرع فالأب باستمرار خايف 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 الام خايف عرفتي حتى يعني في وسط العائلة في خوف الميقبل على الزواج يخايف ان يكون زواج خايف المستقبل يعني يفشل يفشل أو ينجح نفس الشي البنت اهل البنت في خوف فالخوف هو جزء من حياة الانسان عايش فيه بشكل مستمر فسون الرم بقول لا تخاف انا مش عايزك تخاف صح في مرة خادم للرب كان ماسك بيد ابنه طفل سنتين وماشي معه على الشط وفجأة فجأة اخذ اعلان من الرب قال له الرب قال له شايف انت اللي ماسك ايد ابنك طبعا مش ايدك اللي ماسك مش ابنك اللي ماسك صح انت اللي ماسك في ايده قال له ايوه قال له انا اللي ماسك في ايدك في هذه الحياة بزبت اه ما اقدم ليك يا راح صح هو اللي ماسكنا عرف الكلام الممسك بيمينك القائل لك لا تخط أنا معك فأنا اللي بطمني وبيشيل الخوف من حياتي أنه الرم معي هنا يدخل الإيمان بقى الإيمان يقدر يسبت في أن الذي أعاننا في الماضي قادر أن يعيننا في الحاضر والمستقبل طيب خلينا أقف بس عند الماضي صح ما في اختبارات عن الماضي عن تعاملات الله معنا في الماضي كم مرة الرب أنقذنا من مشاكلنا مرات لا حصر لها صح سديني لما بنظل للوراء بس حتى أشوف عن إحسنات الرب أدير الرب أحسن إلينا يعني لما قال داود ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي صح حقيقة يعني بيغمرنا غمرنا بحسناته طبعا كم من أمراض في يوم لأيام كان معي طايفو إيد ويرقان بنفس الوقت دخلت أخت متقدمة في العمر دخلت صلت معي تاني يوم الصبح يأخذوا العينات حتى يفحصوا المختبر اكتشفوا أنه ما فيش ولا هاي ولا عيك لا تايفو إيد ولا ليرقانا الاتنين اختفوا كليا وكل الفحوصات بتثبت وطلعت من المستشفى مجدا للرب يس هو إله الأمانة أقول لك عندي اختبارات كتير منها النوعية طبعا طبعا هستأذنك في مكالمة حد الأسيس معنا هاني فقدنا الاتصال معلش يا هاني كلمنا تاني سوري ان الاتصال فقدنا ما فيش شك أن معية الرب معانا دي رصيد لنا لما نسحب من الماضي حيشجعنا في الحاضر والمستقبل يعني تعرفي أخت سلوة كل ما بتذكر أدي أحسنات الرب أدي الرب أعمل معي يس قال يا رب يعني ولا يمكن أقدر أسد الدين اللي عليه مصبوط 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 ويكفي يكفي دين الخلاص اللي سددوا عننا لكي تكون لنا حياة وليكون لنا أفضل أقول له يعني كل المعية بتاعتك رائعة بس نقف عند الصليب ونحس أنه فعلا هنردله إيه إذا كان هو أعطانا حياته لم يبخل بها وقتى لتكون لنا حياة وليكون لنا أفضل معاه في المجد فحاجة رائعة جدا لم يشفق على ابنه بل بزلوا لأجلين أجمعين كيف إزاي؟ عايز يقول ترضوها علي كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء الأخاني رجع أهلا بيك يا أخاني تفضل حضرتك على الهواء أرونس الخير أرونس الخير أهلا بيك أنا كنت أهلا بحضرتك أنا كنت عايز صلبة صالة من أجل والدتي كان حصل بريست كانسر وبعدين امتشف العطم يا ياسو الحالة صعبة جدا وألام شديدة أوه يا رب والمسيح طبعا وحشة جدا أهلا بحضرتك أي ستيج هلأ وصلتيا أي ستيج أي مرحلة يوصل الالكانسر أربع الرابعة يا ياسو طيب أخوي هاني أنت بتأمن أنه الرب قادر على كل شيء اسم يسوع آه طبعا بتأمن أنه الرب قادر أنه يشفي يا رب أيوة أمن بكده مؤمن بكده اسمك مكتوب بسفر الحياة أتمنى أوكي تحب نصلي أن الرب يكتب اسمك بسفر الحياة اسم يسوع ولو ممت موجودة وسامعنا ممتك معاك أوه سامعي طيب خلينا نصلي وهي معايا حاليا خلي كويس ممكن يفتح السبيكر عشان يسمعهم الاثنين هي سامع أوكي قبل ما نصلي للشفاء قبل ما نصلي للشفاء أوكي قبل ما نصلي للشفاء خلينا نصلي للخلاص بسم يسوع أنه الرب يكتب اسمكنا في سفر الحياة أيوة أرجوكم صلوا معي هذه الصلاة بسم يسوع صلي معي يا رب أنا بسول من كل قلبي بسم يسوع من كل قلبي على كل خطيائي على كل خطيائي وأطلب منك تسمحني بسم يسوع وأطلب منك أنك تسمحني وتغسلني بدمك وتغسلني بدمك وتطهرني من كل خطيئة يا رب وتطهرني من كل خطيئة وتكتب اسمي في سفر الحياة اسم يسوع يا رب وتكتب اسمي في سفر الحياة أيوة أؤمن بيك أؤمن بيك ربي وإلهي ربي وإلهي وأؤمن أنك موت على الصليب وأؤمن أنك موت على الصليب وقمت في اليوم التالي يا رب وقمت في اليوم التالي أسكن في قلبي يا رب أسكن في قلبي اليوم اليوم بروحك القدوس اسم يسوع يا رب بروحك القدوس وولدني ولادة جديدة في اسم يسوع يا رب وولدني ولادة جديدة وافتح معي صفحة جديدة باسم الرب يسوع المسيح باسم الرب يسوع المسيح آمين آمين خلينا نصل مع الوالدة آمين اسمها ايه؟ ماما اسمها ايه؟ جانت بس ايه سامعة؟ طيب ده اطلب من شعب الرب في كل مكان سامعنا انه يشترك معنا في الصلاة الرب عطاك ايمان هذا الوقت اللي فيه تستثمر هذا الامان وتفعل هذا الامان تشغله في اسم الرب يسوع في احتياج في الاخت جانت عندها مرحلة الرابعة ومنتشر في الصدر في العدم في العدم خلينا نصلي خلينا نصلي يا ابونا السماوي بالاتفاق مع كل شخص اليوم بسمعنا وبشاهدنا يا رب نرفع الاخت جانت امام عرش النام يا رب يا رب اليوم صارت بنتك واليوم اسمها مكتوب في سفر الحياة انت كتبت اسمها يا رب يا سيد الرب وهاني ابنك يا رب واليوم بطلبوا انك انت يا رب تشفيها يا رب مد يمينك على جسدها مد يمينك يا رب على الجسد مد يمينك الطاهرة يا سيد الرب اللي ذات اليمين يا سيد الرب اللي لمست فيها يا رب نعش ابن أرمى الاثنين وعطيته الحياة يا رب وردت له الحياة يا سيد الرب قام من الاموات يا رب نصلي يا رب نفس اليد اللي نقشت فيها الوصايا العشر على الحجر يا رب نصلي انك بيمينك المقدس تلمس يا رب جانت اليوم باسم يا رب عصم اسمك من كل خلية سرطانية في جسدها احنا بنلغي مخطط عدو الخير على جسدها بنلغي مخطط عدو الخير عن طريق السرطان على حياتها باسم الرب يسوع نتكلم بالحياة والجسد الشافي المشفي بالكامل من الرأس وحتى اغمص القدمين باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد نصلي امين يا رب امين 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 في اسم يسوع رب يتمجد معاك يا اخ جانت يحسن اليك يلمسك ويتمجد معاك يا هاني ويعظم اسمه فيكم في اسم يسوع معانا محمد عودة اهلا بك يا محمد فضل حضرتك على الهوى اهلا وسهلا بيك يا ابني تفضل اهلا بيك اخوي نشكر يسوع بخير حبيبي اشكرك ابوي خير ليه طيب فيه انت فيه شيء بتعمله اه يعني مش 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 سامة مش فهم يعني علشان انت الحياة مش مظبوطة يمكن لان هو عارف الرب مش عارفه يمكن كده هي ايه اه معاك بقول معايا رأيان وكده انت معاك الاولاد اه بالضبع بنات بنتين اه هم معاك البنات يعني انت عم تفضلها بسا اه هو معايا البنات ومراته مبلغة وفيه مشاكل بينهم عدك مشاكل مع زوجتك اخوي الله عبود طيب نسلم الموضوع للرام اسمي يسوع خلينا نسلم الموضوع للرام بس انتبه اوعك تعمل شيء ضد كلمة الله اوكي انتبه لانه لما بتعمل شيء ضد كلمة الله ما نقدرش نصلي ونتوقع انه الرب يستجيب يا رب بكل تأكيد مش هيستجيب او استجاب منك برد لا يعني انا لما بصلي بصلي انه بناء على انك انت اللي بتعمل بحسب كلمة الله لكن لو انت عملت شيء مش بحسب كلمة الله وصليت انا مش هيصير شيء ابدا المبدأ الله بيمشي علي وعليك مبدأ الكلمة الكتابية كلمة الله بتمشي عليك وعلي اللي بيمشي علي بيمشي عليك اللي بينطبق علي بيمطبق عليك نحن واحد طيب طيب نصلي بس أنا عايزك تقرأ في الكتاب المقدس لأنه شايف إهمال في قراءة الكتاب عندك إنجيل عندك كتاب مقدس طيب أنا عايزك ترجع تقرأ فيه من أول وجديد خلينا نصلي يا أبوي السماء وبرفع يا رب أخوي محمد أنت عارف الظروف يا رب يا رب في كثير من الأحيان الواحد مش قادر يتكلم يا رب لكن أنت عارف كل شيء يا رب ما في الشيء مخفي عنك يا رب برفع أمام عرش النعم واطلب منك لمسة خاصة على حياته يا رب تحنن على عائلته تحنن على زوجته يا سيد الرب نصلي أنك تفتقد هذه العائلة يا سيد الرب أرجوك يا رب افتقد الأولاد يا سيد الرب ما تسمحش يستير في مشاكل مع الأولاد كمان لكن احمي هذه العائلة وبنصلي يا رب تدخل في الظروف وتحل المشاكل يا رب وتعطي عبدك يا رب محمد تعطيه يا رب الحكم في إدارة بيته والحكم مع زوجته يا سيد الرب حتى يكون زوج صالح يا سيد الرب ويرضيك في أعماله وفي كلامه كل تصرفاته يكون يا رب صالح في حسب كلامك في اسم يسوع في اسم الرب يسوع المسيح نصلي أمين أمين نتمجد معاك يا محمد معنا الأخ سامي من كندا أهلا بك يا أخ سامي تفضل حضرتك على الهوى سلام رب الأرباب وملك الملوك عليكم جميعا أهلا بك وعليك تفضل يا رب يعني خليكم دائما يعني يعني حاية لا لا يهزوا أدو الخير ولا ولا أي أي شيء يعني بدي صلاة يعني من أجل قناة الكرمة ربي يديمها يخليها وسدد دائما يعني عواز الكرمة والله يحفظ كل خادم رب الكرمة مهما كان من ظهر إلى كبير أمين أشكر رب خاصة أخي سامي الأخي سامي أخي ربي يخلي الكثير من أمتال أمين في اسمي يسوى ينطي رب الصحة والعافية والعمر الطويل يقول لكم جميعا خادمي الكرمة أمين ورب ديم الكرمة يبركك يا أخي سلوى ورب يخليكم شكرا لك يا أخي سامي وكمان بدي ثلاث الوحدة قاربي يعني مصابة بهذا مرض وعضال ومنتشر في جسمها اسمها فريال أوكي عندها كنسة منتشر نعم يا رب يسوى أمين اسمها فريال حاضر وربنا يخليكم وأعودكم نزل الله أمين حبيب أمين أخوين يبركك يبركك أمين يا رب نرفع فريال أمام عرش النعمة باسم الرب يسوع المسيح نطلب منك تلمس جسدها يا سيد الرب وتبركها يا رب من هذا المرض يا رب أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح تدخل في هذا المرض يا رب وأمر الشفاء الكامل لفريال في اسم المبارك الحين وصلي أمين رب يلمس هو يشفيها في اسم يسوع معنا الأخ موسعد من مصر أهلا بك يا أخ موسعد فضل حقا سأل خير أرجوك أرجوك من أجل الناس اللي عندها سلطان اللي عندنا في مصر كتير أنا أرد أعجل حال فأرجوك من أجل الحالات الخميس عشان الصلاة وخايفة من مرض دوت وصحبة ناس كتير فأرجوك من أجل كل حالة عن الصلاة الحاجة الثانية الأخر كان خلاف من أجل أن الصلاة يستجيب وربي يستجيب الصلاة أكيد أكيد وريك شكراً يا أخ مصعد ربي بارك أمين شكراً لك معنا الأخ سروة أهلاً وسهلاً بك يا أخ سروة فضل أهلاً أهلاً وسهلاً بيك أهلاً 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 أنا لي طبك صلاة أوكي صلولي أن ربنا يثبتني في الإيمان وعاوز صميلي الأخ أصام ولكن أصامي صميلي من أجل بنتي عندها مشكلة في الجامعة وعندي إذنة أغان يعني عنده مرض كالي على وسوات خارج أو حجال زي كده وأنا عندي أضوية في الشغل لأن كنت مصول في سامة الكورونا وعندي أضوية في الشغل يعني نحتاج صلاة ومحتاج تثبيت ربنا يثبتني في الإيمان أكتر من كل الماضي يعني نحتاج ربنا يقرب أكتر ومحتاج صلاة من أجل بيت لأن هناك مشاكل في البيت وعندي الوضع كبير يعني لا يسمع أو يعني العلم واخده فعوز أصلي من أجل أن الرب يرجع لي اسم يسمى أصلي رجوع يعني الرب يرجع لي ويقرب لي وطالب صلاة من أجل الوضع الزغير مارسن دائن ماريتهم يعني نشمط تعال من موف كتير وعنده حزاز وصواس والكثار وإعطاء يعني العلاجات كده والعلاقات مش جايبة نتجا لكن أنا واطف النور هو هند كشفاء وعم صور عند الرب سن يسمي أصوى يسمى صاني صاني من أجل سنتقل في إيمان ولدي مشكلة البنت والأجل العظيم كلها نجد تشكر أمين أخوي تروة تحب الرب يسوع يسكن في قلبك تحب الرب يسوع يسكن في قلبك هلو يعني زي ما تقول من كتر المشاكل هلو أيها بس معك أنا لي علاقة بالرب من كتر المشاكل بضعف من كتر المشاكل بضعف بعد الأحيان فمحتاجي أن الرب يقويني ويديني قوة عشان أقدر يعني أستحمل كل المشاكل أقول لك شي أخوي أخوي أسهل عليك الطريق طول ما أنت عينيك على المشكلة طول ما أنت ضعيف صح ارفع عينيك للرم هو اللي بيحل المشاكل سلم سلم عندك قضية في المحكمة صح عندي أضيان المخصول من عمل بكاعد من 23 طيب عليك ولا على الخصم الحق على مين أنا يعني فصلوني فصلت على السوفي وما كان شغلين الدنيا حوي لأن أنا كنت شغل في السياح بالوع هذا بس كنت شغل في السياح وفصل في سنة عشر يوم فصلت على السوفي يعني افتروا علي يعني انت افتروا علي يعني هو مظلوم يعني انت مظلوم طب اوكي مناخد القضية مناخد القضية منحطها امام الرب نقول يا رب اهي القضية انا بسلمك قضيتي وعندي المحكمة في التاريخ الفلاني انا بصلي انك انت تنصفني هذا طريقة وهذا هو الاسلوب ما فيش غيره المشاكل اللي حواليك اوكي المشاكل اللي حواليك لا تضلك مركز على المشكلة وتوصلها عن قدمي الرب الرب ياخده بحلها هو نفسه فاكر الوعد لما ان تعالوا الي جميع المتعبين والثقيلين الاحمال وانا اريحكم اه هذا اللي اصله هو الوعد الزغير الوعد الزغير في فتان انت عارف العياء النفسي او المشوط القاهرة يعني المشوط القاهرة العياء متعد يا حبيبي وسديني وكأب بشعر مع خلينا نحط المواضيع كلها عند الرب خلينا ناخد كل المواضيع المتعبة ونحط عند الرب نقول يا رب انت قل تعالوا الي جميع المتعبين فقدنا الاتصال هنصلي والثقيل الاحمال وانا اريحكم احنا اليوم بنحط كل احمال عندك شوف لما الرب بقول هالكلام هو اللي بقول لك تعال هو اللي بقول لك اذا انت تعبان حملك تقيل تعال انا بشيله عنك انا باخده عنك انا بساعدك انا بحللك مشاكل شوف شوف اليوم انا اعين لا تخف انا اعين يعني الرب اليوم هذه الكلام انا مش اني استغربت انه عطيت هذا الموضوع لما لما سألتني الاخت سلوى استغرب بقول يا رب يعني طب هذا شيء عادي يعني انا بالنسبة ايلي عادي بس اللي اكتشفته من الحلقة اليوم انه شعب الرب محتاج يسمع هذا الكلام العادي العادي لا تخف انا اعينك رب اقول لك اليوم لا تخف انا اعينك انا بشيل معك انا بسندك انا برفعك انا هساعدك يا رب فرب اقول لك انا حي الرب قال للتلاميذ قالهم انا حي انتم ايضا ستحيون فلهذا السبب رب قالنا اليوم تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الاحمال وانا اريد يا رب اسمي اسوأ يا ابونا السماء وبرفع اخوي يا سيد الرب ثروة برفع ابنه بنته بالقضية يا رب ظروف الحياتية اللي بعيش فيها بنصلي انصاف من عندك يا رب انصاف من السماء يا رب من عرش الله من عرش سيدي انصاف يا رب انصف ابنك في اسم الرب يسوع المسيح المس بنته يا رب المس ابنه يا رب ارجوك منصلي شفاء للوسواس القهري باسم الرب يسوع المسيح عظم عملك مع هذه العائلة باستحقاق الدم الطهر لاني سفك على عود الصليب منرفعهم امامك يا رب للافتقاد الالهي باسم الرب يسوع المسيح نصلي امين فقدنا بعض الاتصالات ممكن لو سمحتوا عودوا الاتصال بنا مرة تاني معانا الاخ امجد من مصر اهلا بك اخ امجد تفضل حضرتك على الهواء مساء مساء الخير مساء الخير انا كنت تكلمتكم الشهر اللي فات اكيد حضرتك هتكون يفكراني انا يعني والاسيس يكون فكراني اكيد انا فقدت مراتي ما حضرتك عارف عمليك روحية فقدنا الاتصال بتاع امجد معانا الاخت ميري من امريكا اهلا وسهلا بك يا اخت ميري تفضلي حضرتك على الهواء مساء الخير مساء النور يعني انها البداية انتبص للاختي تريزا تريزا عمعت عملية ورنف المخ يوم 22 في مصر عملية عملية النهاردة اه عملية لا يوم 22 22 عملية ايه ورنف المخ ايوة ورنف المخ وللأسف الدكتور عمل غلطة العملية الموقت عشوريان هي الاستفل العنية المركزة لكن تريزا قبل تدخل العملية كانت بتصلي كثير بمعجزة وقد بتصلي كثير وعندها يقين الشفاء احنا مكملين معها وقت صعب علينا كلنا واحنا نحن سيفين الواقع طبعا نمر لكن احنا وسكين في معجزة ونكملين الصالة اللي هي كانت بتصليها فنصلي نهار دا الاقامة لها والمعجزة نهت طيب لما 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 الجراح قطع شريان ايه كانت النتيجة هو اخل لكن هي دلوقتي تعتبر غيب وبقى هي غيب على الأجهزة وانه هي لسه ما فيش إفاق لسه ما فيش طب بقول ايه الطبيب بيقول موضوع مفتاج وقت وبيأخذ منعرفش احنا كل الان اللي عندي أدوية واندي حاجات يعني بتوصل يعني الزم للمخ وكذا لكن في حيات قريدي مش وصل لها الزم المخ دلوقتي الكل تعملون احنا ما فيش فقدم الحاجة ان احنا ينتابع الحالة وقدم كنت صل وتلغ اسمها ايه طبي يا ميري اسمها تريزا تريزا طيب تريزا صغيرة بس فتركيز دانا عندها تفضل باسم يسوع امين 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 طيب رح نصلي لتريزا باسم يسوع يا شعب الرب اليوم يا رب عم تشتغلوا معنا والمزبوط الانتياج انه نقدر نصلي مع بعض ونستخدم ايماننا ايوه من كل انحاء العالم نصلي ونرفع المرضى ونرفع الطلبات امام الرب والرب بسمع بستجيب تريزا 36 سنة وعندها طفلين وعملت عملية في المخ وصر في خطأ من الجراح اللي عملي العملية وموجودة هلأ في الاي سيو في العناية المركزة وفي غيبوبة وبعد نقول لك احنا ننتظرها ونشوف نعمل ايه يعني بمعنى تاني يعني بالنسبة لهم احتمال كبير انه يكون يعني انتهى الموضوع انها تظلها في الاي سيو وتظلها في غيبوبة لكن احنا بنرفض هذا الوضع في اسم الرب يسوع المسيح واحنا بنعلن شفاءها الكامل باسم الرب يسوع المسيح يا ابونا السماوي يا رب شعبك في كل مكان يا رب وثقل في الصلاة وبنتحنن عليها وبنتفق مع بعض في هذه الطلبة لتريزة يا رب انك انت تمد يمينك على تريزة ادخل في ميسيح زي ما قلت لطبيثة يا طبيثة لك اقول قومي قول يا رب لتريزة باسم يسوع يا تريزة لك اقول في اسم يسوع باسم الرب يسوع المسيح بنصلي انك انت تنهدها من الغيبوبة وانت يا رب بتصلح الخطأ اللي سببه الجراح باسم الرب يسوع المسيح تقتنا مش بالجراح تقتنا فيك انت القادر على كل شيء يا رب في اسم الرب يسوع المسيح بنرفعها امامك واثقين انك سمعت صلاتنا واستجبت باسم ملك الملوك ورب الارباء بنصلي امين امين يا ميري الرب يحسن اليك وحاببتي ويحسن لتريزة ونسمع اخبار رائعة عنها في اسم الرب يسوع امجد رجع علينا تاني اهلا بيك امجد تفضل حضرتك على اهلا بس كنت بطلب من حضراتك ان كنت تلبت صلو عشان الاكتئاب اللي عندي ده ما بهدلني بسبب تفقدان زوجتي من حوالي ثلاث سنين ولما راحت السماء انا من ساعتها الحزين تجامل جدا وعندي ثلاث أولاد والحزن تحول الاكتئاب بشع الاكتئاب ده مخليني كرهة الحياة وكلمتكم اللي فات وانت وصليت من اجلي بس انا عايزكم تصلوا تاني لان انا بعض اصهر لغاية الفجر اعايز من الخط فصل الحقيقة مش عارفة يا امجد انت مفروض تعايت قدام الرب وتصليله وتقول له ارحمني كعظيم رحبتك واشفيني من الاكتئاب والديني نعمة احبك واخضع لما شئتك انت حبيبي مش اول ولا اخر واحد يفقد زوجتهم يا ما ناس فقدوا زوجتهم ويا ما شبات فقدوا ازواجهم لكن مش هي دي نهاية الحياة لكن اهم حاجة ان يبقى لنا علاقة وشركة مع الرب المجد يسوع لان ده موضوع بيمر بيناس كتيرة جدا امين الرب يحسن اليك ويشفيك ويلمسك يامجد في اسمي يسوع معانا مادلين من امريكا اهلا لك اختي مادلين واطي التلفزيون واسمعينا من التلفون واطي التلفزيون واسمعينا من التلفون لا صبت اهلا لك اهلا لك كده كويس ايوا اتفضل ايوا عشان اللي بيعمل السودة مش التلفزيون اهلا لك تفضل وحشتوني قوي أنا لست لجع من مصر عبت ثلاث شهور وبقالي شهر جيت وما سمعت الصدق خالص أهلا بيك الحمد لله على السلام أهلا بيك الله يسلمك حبتش تفضل أنا يعني لما جيت من أسبوع كده هوت رجلي الشمال وجعتني جدا وطلقت الأمرجنسي وروحت فكت بصرخ من وجع رجلي ومش قادر أحطها في الأرض خالص فقالوا لي أن عندك الرجبة خشونا في الرجبة لعظمتين لزقوا في بعض زائد فيه في دهر الرجبة كيس دهني ومحتاجة عملية والعملية دي ممكن تطغط على العصب يعني كيس الدهني باي على العصب رجلي فموقف رجلي خالص نتعب أنا بالدم محتاجة يعني أنا ما عملتش عملية محتاجة كده معجزة من عند ربنا أمين رب نجد معاك في اسمي يا سوا يا أبونا السماء ومنرفع بنتك كمام عرش النعمة نطلب لمسي على الركب أيها السيدة رب أنت شايف الخشونة وانت شايف يا رب اختفاء يا رب السوائل يا رب اللي بتسلك يا رب واللي بتسهل على الركب والغضريف يا رب نصلي أنك أنت تلمس تبرق تشفي ترفع الوجع يا سيد الرب عنها باسم الرب يسوع المسيح أنت الإله الشافي يا رب ثقتنا وإيماننا فيك أنك تمد يمين الشفاء على بنتك يا رب وترفع عنها الوجع في اسم الرب يسوع المسيح نصلي أمين يا رب أمين أمين يا مدلين رب يحسن إليك ويلمسك ويشفيك في اسم المسيح معنا الأخت آيلين من أمريكا أهلا بيك أخت آيلين تفضلي حضرتك على الهواء مرحبا مرحبا بيك شونك ستتفلوة على رب يبركك يبركك يا روحي أنا عندي صلاتين بدي صلاتين من القس عصام الأولى الأخي عبدالحف عنده بداية ألزهايمر أريد صلات مباركة وقوية من أجل يشفي وكل اشتعبان وزوجته كان قدها كانسر قبل يومين قبل أسبوع سوت عملية مع الكنسر الصدر وأخذوا يعني سووا التاست اليوم طلعت النتيجة أنه ما تحتاج كيموثرابي فإنه بس شوية دواء ونشكر رب يسوعة متجة في هذا الفحص فأيدي صلاتي من أجل أخي ومن أجل زوجة أخي أمين أمين صلات شكر أمين من أجل زوجة أخي في اسم يسوع يا رب نرفع أخوها عبدالأحد يا رب أمام عرش النعمة نطلب لمسة على دماغ على جميع خلايا دماغ ويا رب الأعصاب اللي بتتحكم بالألزايمر يا سيدة رب نصلي أنك أنت تشفي وتبرئ وتعطيه يا سيدة رب دماغ سليم يا سيدي في اسم الرب يسوع المسيح نرفع زوجته أمامك يا رب ومنصلي أنك تكمل عمل شفاء كامل يا سيدة رب نحن نشكرك على العمل اللي أنت عملته في جسدها كمل عملك معها في اسم الرب يسوع المسيح أمين أمين يدخل في أموركم يا أخت آيلين في اسم الرب يسوع أحباً لمشاهدين هنطلع فاصل هنسمع فيه ترنيمة رائعة وحنرجع ناخد باقي تلباط الصلاة ومكلمتكم يبقوا معنا يلي بترفع عبدك بيدك المليانة يا حسان ويلي بتتقدم خطواته وتحميم الشيطان أنا جاي لك وأنا بطرح نفسي يا سديد التعبان يلي بترفع عبدك بيدك المليانة يا حسان ويلي بتتقدم خطواته وتحميم الشيطان أنا جاي لك وأنا بطرح نفسي يا سديد التعبان يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعماء ده مفيش تاني مثيلك يا حبيب قلبي بكل القلب بجيك يا غني في النعماء ده مفيش تاني مثيلك انت العظم وانت الأكبر مجمد كنا أحداث كلمتك انت السبتة الباقية وتمقول الناس والله هيحصل بكرة وبعده مشتك فوق الراس انت العظم وانت الأكبر مهما تكون أحداث كلمتك انت السبتة الباقية وتمقول الناس والله هيحصل بكرة وبعده مشتك فوق الراس يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعماء ده مفيش تاني مثيلك يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعماء ده مفيش تاني مثيلك اللي في طلك و اللي في سترك ده ما يتخافش عليك بيرقى و حتى تنو قسود بنفسك هتعديه وهتصنع في حياته عجيب و ايدك بتعليه اللي في طلك و اللي في سترك ده ما يتخافش عليك بيرقى و حتى تنو قسود بنفسك هتعديه وهتصنع في حياته عجيب و ايدك بتعليه يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعماء ده مفيش تاني مثيلك يا حبيب قلبي بكل القلب بجيلك يا غني في النعماء ده مفيش تاني مثيلك مفيش تاني مثيك اشتركوا في القناة مش بغن ولا مرة عليك قلت لنا متى هتكفي أضاف ترفع أصرخ تسمع أضاف ترفع أصرخ تسمع أصلاً أبال عليك اتكال عليك يا سيّ اتكال عليك إنت بترفع أصرخ تسمع أصوري اتكال عليك أصوري اتكال عليك إنت بترفع أصرخ تسمع اللي بيلجب لك قلبك كله حب وطيبة ومعاملتك لي عجيبة قلبك كله حب وطيبة ومعاملتك لي عجيبة مش شباب حتى للسبب مش شباب حتى للسبب شايلني بإيديك انت كان عليك يا سيد انت كان عليك انت بترفع وانت تقيد اللي بيلجأوا ليك انت تقال عليك انت كان عليك انت كان عليك انت тех اللي بيلجأوا ليك مش باهن ولا مرة عليك قلت لنا عمدي هتكافي مش بغنورة مر عليك قلت لنا عمدي هتكافي اضاف ترفع اصرخ تسمع اضاف ترفع اصرخ تسمع اصلاً انا لا عليك اتكال عليك اتكال عليك اتكال عليك انت بترفع وانت تأييك انت بترفع وانت تأييك يلزعوا ليك مشغول بيا وشاي الهمي على اسمك يا يا صعب تسمي مشغول بيا وشاي الهمي على اسمك يا صعب تسمي ليك رح ارنم وافتح فمي ليك رح ارنم وافتح فمي بزبايا ترطي اتي كان عليك يا سيد اتي كان عليك انت بترفع وانت تقايد اللي بيل جاءوا ليك اتي كان عليك يا سيد اتي كان عليك انت بترفع وانت بترفع اتي كان عليك اتي كان عليك اتي كان عليك اتي كان عليك انت بترفع اخر احبانا المشاهدين ولا تخف انا اعينك ما تقلقش ما تخفش لان ليك اله عظيم بتولى كل امورك كما تولاها في الماضي واعتنى بها في الماضي فهو قادر ان يواصل اهتمامه ورعايته لك كل ايام الحياة اهلا بك مرة تاني اسيس عسامة ربي بركك على الموضوع الرائع اللي روح القدس جابه قدامك وعندنا تلوات صلاة كتيرة عايزين نبتدي نصلي لأجلها ايام في طلبة صلاة وصلت مبارك اسم الرب من نانا بتقول انا محتاج الصلاة من اجل اسامة انه الرب يفك الزيج الكنسية ولسه في المحكمة وصلاة من اجل ستيفن عنده مياه على ودانه وارساني برضه مياه المفروض انهم عملية عمليات الشهر الجاي وصلاة من اجل الامير اخوي عنده البرستات والبواسير واو يعني يا رب نرفع جميع هذه التلبات في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع المسيح لاجل هذه الاخت في اسم الرب يسوع المسيح الاخت رمزي بتقول تلبية صلاة من اجل الاخت ميري عندها كآبة ونفسيتها تعبانة جدا الرب قادر ان يلمسها لمس جافي باسم يسوع امين عادل بقول ابن الرب من سهاج بمر بظروف مالية صعبة جدا ورغم بصلي وبتناول والنفسية صعبة جدا رغم بدفع مبلغ اربعة الاف جنيه كل شهر ومحتار مش عارف اتصرف ازاي صلي من اجلي من اجل اسرة المدمرة بسبب هذا الموضوع عندي بنت على وش خطوبة ومش عارف اتصرف اذا ارجوكم امام المسيح صلوا لان المسيح له كل المجد يقول صلوا من اجل بعضكم امين يا رب نرفع هذا الاخ عادل امام عرش النعمة نطلب تداخل الهي في حياته في ظروفه يا سيد الرب وتعطيه ارشاد انك تقوده في الطريق اللي يسلك فيها في اسم الرب يسوع المسيح كمان الراعي الصالح بقول ارجو الصلاة لاجلي امر بحالة خوف وقلق وتوتر شديدة مؤثر على حياتي الخوف اخوي هذا من الشيطان هذا مش من الرب رب ما بيعطينا خوف شوف الاية اللي اريناها اليوم موضوع تعملنا اليوم لا تخاف انا وعينك فهذا الشيء كتابي فارفض الخوف في اسم الرب يسوع المسيح ايضا راقية بتقول انا متزوجة وحاولنا ان يكون عنا الطفل لم ننجح لاسف اطلب صلاتكم لاجه هذا الموضوع امين نرفع الاخت راقية وزوجة اليوم امام عرش النعمة ومنصلي انك انت تعطيهم زرع بشر باسم الرب يسوع المسيح يكرمهم بزرع بشر باسم الرب يسوع المسيح امين مادانا بتقول شوي طويل الرسالة يعني سلام المسيح متزوجة مامتي بالها متزوجة بابا ستة عشر سنة بتصلي ليه كتير ربنا يغيروا ما فيش اي استجابة بالعكس بزيد في فترة اوكي كنا بنصلي لازم تحصل اوكي وخناء وبهدل طيب يا رب بنرفع الاخت مدانة ومشاكلها العائلية يا رب في البيت مع الوالد وبنصلي يا رب ضغط لكل المشاكل في اسم الرب يسوع المسيح انت وحدك القادر على كل شيء حاطين الموضوع امامك واثقين فيك انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر في اسم فادي نفوسنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد نصلي امين امين في اسم الرب يسوع الرب يتمجد تلوات صالة كتير قلبنا بيوجعنا عليها لكن وسقين في الهنا العظيم هاللويا هاللويا يريد نختصر الرسائل حتى اوكي هاي هون في رسالة تانية من برضو الاختنا صلينا هاي الصلاة ام اوكي ما كدأ بتقول طالبة معونة صلاة لاني مقيدة بارواح شريرة انا وابني ثلاثة جامعة ولو في حد ربنا مباركه بالسلطان وموهبة اخراج ارواح شريرة يساعدنا لعلمك اخت ماجدة ما فيش شي اسمه موهبة اخراج او موهبة اخراج ارواح شريرة هذا الكلام مش سليم مش كتابي كل مؤمن الرب اعطاه السلطان ان يخرج الشياطين تصلي فينا ومنصلي معك حتى الرب يحرر سلام المسيح انا ممكن صلاتنا اوكي نفس الصلاة اوكي اوكي غالية بتقول اطلب طلب الصلاة واضم صوتي معكم مع صوت يسوع المسيح يسمع ويستجيه في اسم الرب يسوع امين اشكرك اختي عنا هون كمان مبارك اسم الرب مجموعة صلوات طلبات صلاة من الاخ حامد بقول طلب الصلاة من اله الاب مكاري من اجله عنده مشاكل عائلية وصحية الاخ حامد عنده مشاكل عائلية وصحية يا رب نصلي حل هذه المشاكل بسم يسوع تداخل في الامور الصحية في اسم الرب يسوع بنت الرب شفاء من اجل نائل ونداء عندهم الم شديد في الظهر والرجل يا يسوع امين يا رب نرفع نائل ونداء امام عرش النعم ونطلب منك شفاء للظهر والرجل يا رب في اسم الرب يسوع بنت الرب تقول صلاة الرب يفتح الابواب من اجل جمال وماهر الرخصة والشغل يا رب نرفع جمال وماهر امام عرش النعمة ونطلب يا رب احسان من عندك يا رب ورحمة من عندك لاجل الشغل يا سيد الرب ولاجل الرخصة في اسم الرب يسوع المسيح اسم يسوع واو بنت الرب تقول ارجوكم صلوا لمرات اختك تشفت انه عندها كانسر في القلون وصل للكبد وهي في المستشفى الان ومحتاج الصلاة يا رب نرفع هذه الاخت يا سيد الرب امام عرش النعمة يا رب ونطلب يا رب تداخل الهي معاها يا رب يا رب ارجوك في اسم الرب يسوع المسيح اصنع معجزة معها في اسم الرب يسوع اذنك في مكلمة يا حضر الاسيس معلش معنا الاخت جهان من مصر اهلا بك يا جهان فضالي حضرتك على الهواء اي واحد بأسيس سلام المسيح اهلا بعد اذن حضرتك طلبة صلاة لنشأة نصيف صابر محجز في المستشفى كنصر كنصر في المعدة والقولون وطلع على الرئة يا يسوه ايد المسيح متمنين فيمد بيده ويغير ويشفي وينزع الورم والمرض منه ويخرج بالسلامة بمثل اقامة لعظر يا رب يسوع يقوم نشأة بالسلامة يا رب هو في العناية المركزة في المستشفى امين امين اهد المرحلة الرابعة اكيد عشان انتشأ الوصل مش قادر يتنفس ومحنوب ونتمنى من يسوع يقوم بالسلامة ويحف ان شاء الله يسوع يلمس يسوع يلمس امين ماذا يصلي معنا يسوع يلمس هو يخرج يسوع يقوم ويقوله نشأة ام زي ما اقام له عظر وصلة الرسالة وصلة الرسالة بطلب من شعب الرب بطلب من شعب الرب في كل مكان في العالم باسمه الرب يسوع نرفع الاخ نشأة الان امام عرش النعمة لما ينتشر لما ينتشر السرطان تعالى المرحلة وزار انتشر بشكل هذا يعني هو عادة بيحصل لك لكن الرب الهناه قادر على كل شيء امين امين يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه ام يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه ام يا ابونا السماوي يا ابونا السماوي الاتفاق مع شعبك في كل مكان نرفع نشأة امام عرش النعمة ايوة ومنطلب منك باسم الرب يسوع المسيح انك تلمسه الاطباء بتقول مرحلة رابعة متأخرة والاطباء بقوله يا سيد الرب عنده ايام والاطباء يا رب بقوله اشياء كثيرة لكن انت طبيب الاطباء بنصلي انك تمت يمينك عليه وتعطي ابراء كامل ابراء كامل يا رب من هذا المرض زي ما عملت يا رب مع الكثيرين والكثيرات وشفيت وابرأت اعطي ابراء كامل لنشأة انتشله يا رب من فك الموت باسم الرب يسوع المسيح امين 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 صعب هذا المرض بس مش على الرب لا 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 يستحيل على الرب شيء في اسم يسوع امين يا رب يا رب بنت الرب تطلب صلاة لأولادها ليعرفوا الرب مخلص ولابن من ابنها عشان الارتباط امين ابن الرب صلاة من اجل الشفاء لاخ عابر كويتي مريض كانسر يا رب نرفع هذا الشخص الكويتي يا رب العابر وبنصلي افتقاد من عندك يا رب في اسم الرب يسوع المسيح الشفاء كامل يا رب استرداد لصحته يا سيد الرب يستردها ويرجع افضل من الاول في اسم الرب يسوع المسيح صلاة من اجل احتفظ بشقتي امين يا رب يا رب شفاء الروح والنفس والجسد من اجل صائب ومنال امين رفيق صلاة شفاء من الاحباط النفسي زوجته ضعبتك عندها سكري واولاده يجي المسيح يا رب من صلي تحرير من الاحباط النفسي يا رب تحرير من الاحباط النفسي شفاء من السكر يا سيد الرب اسم الرب يسوع المسيح وبنعلن ان اولاده يا رب كل اولاده لرب يسوع المسيح بنت الرب تقول صلاة لاني تعباني جدا وجسدي كله وجعني وفي اميبة في معدتي وجعاني جدا وبنزل في الوزن يا رب نرفع بنتك امام عرش النعمة ونطلب منك لمسة خاصة على جسدها لمسة ابراء وتأمر الاميبة انها تخرج من الجسد في اسم الرب يسوع المسيح اشكرك لانك سمعت واستجبت امين يا رب عندي كمان تلبات صلاة لا انا ما عنديش تلبات صلاة بس بقينة دقايق احد الاسيس وعايزة اعرف الفرق بين لا تخف ولا تتلفت لا تخف الخوف بيجي من الداخل بتسرب للداخل وعم تشوف كتير ناس عمالها بتخاف مع انه الرب ما تخافش لك الناس تسمع لكلام الشيطان ولا تعزيزات الشيطان لا افكار الشيطان لا الصور اللي بحطها امامهم فالناس بترتعب وبتخاف لا تتلفت عماله بيحاول يلاقي على اماكن مختلفة بيحاول يلاقي حل من هذه المنطقة حل من هذا الانسان الرب يقول لك انت عم بتفتش عندي الاله الفلاني والاله الفلاني والاله الفلاني ودول كلهم اصنام لكن التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاص الارض فالرب عايزنا ما انا قدش نلتفت للاله الغريبة خل عيني على الرم بدل ما انظر للاله الغريبة انظر للاله الحقيقي حلول خارجية انظر للاله الحقيقي جميع الذين نظروا اليه استناروا في استنارة لكن لما انا بفتش على دوة عند شخص ما عندوش الدوة يعطيني لانه ما عندوش لكن تعال عند الرب بيعطيك الدوة تعال عند الاله الحقيقي انا هو الطريق والحق والحياة ده صحيح لا صحيح ما تعدش تخاف وتصير تفكيرك كله غلط في غلط وتتصرف بطريقة عشوائية وتخبص نفسك وتعمل أمور صعبة وتورط نفسك في أشياء انت وطور ربنا مش سامعني اه وطورة على الرب وصد تلبت صلاة كمان تلبتين واحدة من تريسا يحنا صلاة من أجل ريمة بنتي ضعف السمع الرب يشفيها في اسم الرب يسوع المسيح وعندي مشكلة في أذن الوسطى في اسم الرب يسوع المسيح نتكلم بالشفاء تورطي بتقول صلاة من أجل أنا وزوجي للشفاء ولنست شفاء لأجل وفاء أمين باسم الرب يسوع المسيح وتقول صلاة لي ابني يكون للمسيح والرب يجمع له شغل هو محتاج شغل أمين يا إلهي كل الخليقة تأن وتتمخد بس انت عارفة احنا نتألم معكم يعني نحس معكم نشعر معكم بس احنا موجودين حتى نصلي معكم لأجل هذا الاحتياجات هذه احتياجات حقيقية يعني طبعا هذا مش كلام هذه احتياجات حقيقية شعب الرب يصرخ واحنا بنصرخ معكم واحنا هون في قناة الكرمة عملنا أنه نصليلكم ونرفعكم أمام عرش النعمة منشجعكم أنه تستمروا في الإيمان وتطلقوا أن الرب إلهنا إله صالح قادر على كل شيء أمين طيب في دقيقتين كده عايزين نعرف الفرق بين أعنتك وعدتك وأيتك بيمين بالري انت عافل لما بتقريها الكلمات بتحس إنه يعني في سلف الموضوع آه قد أيتك وأعنتك وعدتك بيمين بالري وبعدين الحاجة اللي لفتها نظري كمان إنها الثلاث كلمات في لغة الماضي ده أنا أيتك وخلاص مش ما تخافش ده أنا هأيدك ده أنا هعددك ده أنا لا طيب أعطيك الكلمات العمية لهذه الوقت لهذا الوقت أنا أيتك يعني أنا قويتك آه أنت تأيد بالقوة بالروح في الإنسان الباطن أنا أيتك أنا قويتك أعطيتك القوة أعطاك السلطان كل الذين قبلوا أعطاهم السلطان إن يصير أولاد الله أنا أعطيكم السلطان لكي تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء الرب أقول لك لا تخاف أنا أعطيتك السلطان شيء الثاني أعنتك أعنتك أنا ساعدتك أنا في الماضي ساعدتك مش شوي كتير ساعدتك أنا ساعدتك كتير في كل الظروف اللي أنت كنت تمر فيها وما زال الرب ساعدنا وما زال الرب قلنا تعالوا إلي جميع المتعبين أنا أيضا عضتك عضتك أنا أعطيتك أنا دعمتك حتى لما كنت تفكر أنك أنت لوحدك أنت ما كنتش لوحدك لا تخافش أنا اللي بدعمك أنا اللي بقف معاك أنا اللي بسندك أنا اللي واقف وماسك فيك حتى لا تقع أبدا أنا اللي أعيني عليك ومراقب كل طرقك عينا الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبه قلوبهم كاملة نحوه فله السبب الرب يقولك لا تخاف أنا أعينك الرب هو اللي بيعطينا المعونة لا أرفع عاني إلى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من فين؟ من عند الرب خالق السماوات والأرض لا يدعى الرجلك تزل إنه لا ينعص حافظك لا ينام حافظ إسرائيل لا ينام لا ينام وقال لك اليوم أختم بهذا المزمور لولا الرب الذي كان لنا لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا إذن لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا إذن لجرفتنا المياه ولعبر السيل على أنفسنا لكن مبارك الله الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم الفخ انكسر ونحن انفلتنا هاللويا لا تخاف أنا أعينك هاللويا مبارك اسم الرب من الحاجات اللي عجبتني يدوده هو يمكن حوالي خمس مرات في المزمير يقول له إلى معونتي أسرع هاللويا إلى معونتي أسرع وسعت يقول له أسرع إلى معونتي يا رب طول ما احنا متوقعين بسكوت خلاص الرب لابد لابد انه خلصنا بمجد غير عادي هاللويا وزي ما قلنا في أول حلقة لازم نقتنع ان خلاص وحييجي لينا بحسب ما شئته هو أمين مش بحسب ما زيجي أنا أنا عايزة يجي بالطريقة دي واحد اتنين تلاتة اربعة لا يا حبيبي هو هيجي بالطريقة اللي من فوق لتحت مش اللي كده على الأرض بحسب ما شئتنا إحنا لكن بحسب ما شئته الصالحة الكاملة المرضية من جهتنا هاللويا وفي النهاية أنا النهاردة كنت وانا جاية سايقة بقول له أشكرك على اللي منعته عني أكتر من اللي منحتني إياه لأن اللي منعته عني ده كنتش هقدر عليه خير لكن اللي منحتني إياه هو ده اللي أنا هقدر عليه هاللويا مبارك يسوع ربنا يباركك يا أسيسا صار ويباركك أنت يبارك دايما اخت صلو الرب يحفظك ويتمجد معاك أمين في الكنيسة وفي العمل وفي كل ما تمتد إليه يدك فاسم الرب يسوع مبارك اسم الرب شكرا لكم أحبان المشاهدين لأجل متابعتكم معنا وحنكمل صلى لأجلكم لأن انتوا غالين على قلبنا قوي والرب وصانا نصلي لأجلكم هنكمل صلى وإحنا كمان محتاجين جدا لصلواتكم لأجلنا فاسم يسوع هننتظر صلواتكم وإحنا هنكمل صلى لأجلكم الرب يكون معاكم وبيقولك لا تخاف لا تخافي أنا أعينك وأنا أعينك إلى اللقاء في حلقة قادمة أنت أنا الرب ليكم كل بركة ونعمة والرب يحفظكم ويكون معكم أمين أطلبتي لاقي حلوة تلاقي معها قوي بس أنت أحفظ فضو يبوح وأحكي له مالك أشكي له حالك وأحفظ بقى الأرض لوم تشققه عنده الزواي أطلبتي لاقي أحفظ بقى أحفظ بقى أحفظ بقى أحفظ بقى أفضل